بالنسبة لنا كمان خلينا نشوف معاكم بقى مقالنا النهاردة مقالنا النهاردة من جريدة الأهرام المقال هتلاقوا حضراتكم على موقع الأهرام متاح وفي صفحات وورايقات الأهرام المقال بعنوان رسالة القوة للكاتب والشاعر الكبير فاروق جويدة أستاذ فاروق الحقيقة بيستغل مساحته جيدا في الأهرام وبيكتب بثراء ودايما بيختار مواضيع بيكون ليه في وجهة نظر فيها خاصة ودقيقة مقالنا النهاردة زي ما حضركم شايفين الموقع موجود المقال فاروق جويدة كتب بيقول رسالة القوة رسالة القوة هو مقال من المقالات المقتضبة مش مقال طويل ولا ضخم ما فيهوش تفاصيل كتير لكن فيه مفردات ومصطلحات كتيرة وفيه أبعاد ومعاني أخرى وفي النهاية بيطرح الأستاذ فاروق جويدة في هذا المقال وجهة نظره في العملية الأمريكية البريطانية الفرنسية لقصف سوريا وما حدث وبيتكلم عن الصمت الروسي والإيراني على الرغم من الدعم الكبير لبشار الأسد لكن كان هناك الصمت المطبق يسود هذا الموقف ويتحكم في الموقف وأن روسيا لم تتحدث عن هذا العدوان إلا بعد أن انتهى العدوان وانتهى وقت العدوان طيب هو بيقول أن بشار الأسد كان اختيار متاح منذ البداية أنه يتم إقصاؤه بعيدا عن قيادة الدولة السورية والجيش السوري وأنه كان اختيار موجود من الولايات المتحدة الأمريكية كانت تستطيع أن تستبعد بشار الأسد لكنها ارتأت أن تترك بشار الأسد وتترك إيران تعبت في الأراضي السورية وتترك روسيا تقيم قواعد وتمد بأسلحة وتركت الحرب داخل سوريا تتأجج وحولت سوريا بهذا الصمت من الولايات المتحدة الأمريكية وقليل من الدعم إلى ساحة للجميع اللي يتقاتل فيها الأقوياء وبعدين بيقول طيب سوريا لما ارتأت أن الأمور الولايات المتحدة الأمريكية عفوا لما ارتأت أن الأمور بدأت تخرج إلى إطار آخر يستبعد في قوة الولايات المتحدة الأمريكية قررت أنها تدي مؤشر كده وتلوح باستخدام القوة في عملية عسكرية صمتت أمامها القوات المتصارعة على الأراضي السورية وبيقول كان الصمت الروسي والصمت الإيراني وغيره مؤشر على أن هناك رسالة قوة أطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية بأننا موجودين على الأرض وأننا لدينا القدرة ولدينا القوة على رضع أي كائن من كان داخل سوريا ولدينا القدرة ولدينا زمام التحكم في كبح جماح أي شخص يحاول أن يعبث بمقدرات الولايات المتحدة الأمريكية داخل الأراضي السورية أو بما وضعت من إمكانيات داخل الأراضي السورية فكانت رسالة استخدام القوة أو التلويح بالقوة من الولايات المتحدة الأمريكية في إشارة ليس إلى بشار الأسد أو إلى سوريا ولكن كانت الإشارة الحقيقية إلى إيران وإلى الدب الروسي ده كان مفاد المقال الموجود في موقع الأهرام رسالة القوة للأستاذ فاروق جويدة بدوا حضراتكم لقرأته والاستمتاع بما فيه من مفردات شاعر كبير خلينا نروح مع حضراتكم لفاروق